رفعت لجنة الوفد الرئاسي المتواجدة بشكل دائم لمتابعة أعمال التأمين والإجراءات الإدارية والتنظيمية تقريرا بشأن المراسم وتفاصيل الاحتفالية إلى رئيس الجمهورية أنهى الفندق الذي يستعد لاستضافة الوفود المشاركة في حفل افتتاح قناة السويس الإجراءات التأمينية وتم إنشاء مصرح ضخم لإقامة الاحتفالات المتنوعة في وجود رئيس الجمهورية وضيوف الاحتفالية من رؤساء وزعماء العالم خلال حفل عشاء بمناسبة هذا الحدث الكبير والذي ينطلق من أرض الإسماعيلية في منظمات محافظة الدقاهلية حملة دعائية استعدادة لفعاليات الافتتاح في عدة مناطق بالمنصورة وعلقت لافتات بجوار مبنى المحافظة وفي عدة أماكن أخرى ذات كثافة سكانية عالية وذلك من أجل بث روح الأمل بين المواطنين لاستقبال الحدث الكبير الذي أنجزته مصر في عهد الرئيس السيسي كما وضعت المحافظة شاشة عرض عملاقة على مبنى المحافظة لعرض فعاليات الاحتفال من الساعة الثامنة مساء حتى منتصف الليل